السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من بلانة عن ديكوريشن النهاردة هنتكلم في فيديو جديد عن شجرة مسمرة دي طبعا شجرة المنجة من اهم الاشجار اللي بنقطنيها في حدوكتنا الخاصة الشجرة دي طبعا من صنف الزبدة او الزبدية دي مطعومة على سكري دي ما هحطوطة في الارض هنا بقالها تقريبا حوالي 5 سنين الشجرة دي كانت بتاعة تعاني من شوية اصابات منها البقى الدقيقي وابتديني نعمل لها برنامج عنالاج وهنشوف التفاصيل دي مع بعض انا حابب ان انا بس اوضح في بداية الفيديو ان الفترة دي انا همصور لكم حوالي تقريبا 10 ايام او اهم او من اهم 10 ايام في دورة حياة دورة سنوية لحياة الشجرة المنجة ده اليوم الاولاني طبعا ده بعد نهاية ان احنا بنشيل السمار تقريبا بحوالي 20 يوم بس ده ده يحصل هي كانت اول سنة للتبشير دي السنة اللي فاتت اسمارة سمارة واحدة بس وابتدينا اهو ده اليوم التاني طبعا احنا في اليوم التاني ده احنا بنفضي قلب الشجرة عشان الشجرة تبقى مضيقة عشان نقلل الاصابة لاي حشرات او لاي امراض بكترية او فيروسية الشجرة زي ما احنا شايفين احنا فتحنا قلب الشجرة وفرغناها من فوق اهو ده اليوم التالي بتادي طبعا النموات الخدرية بتاديت اهي تظهر اما احنا قلبنا الشجرة وسبنا الاطراف بس بتاعة الشجرة هي اللي تنمو عشان تدينا حجم افضل وتدينا انتاج افضل طبعا احنا في اليوم الاولاني بمجرد ان احنا لقينا المنظر ده انا اديتها بالصبط حوالي ماليكة في ايدي كده يوريا وديتها راية ميا غزيرة وقف طبعا عنها المياه لمدة العشر تيام اللي احنا هنشوفه مع بعض ده ما احنا شايفين كده زي ما قلنا ده اليوم التالت ابتدت طبعا الابراج هي ابتدت تظهر اهو ده اليوم الرابع طبعا واضح ما شاء الله ان الابراج في كل حتة في الشجرة لان طبعا المنجة الزبدة من الاشجار سريعة تنمو هنلاقي ما شاء الله طبعا الموت الخدرية تقريبا الابراج تقريبا كل فرق فيه خمس ابراج او ست ابراج او اربع ابراج مش اقل من كده طبعا هي الشجرة كانت تعبانة احنا طبعا قلمناها شلنا كل الجزوع اللي ملهاش لازمة معنا او اللي فيها اصابات او اللي هي نموها بطيء عشان ندي مساحة اكتر للنموات الجديدة وده طبعا بيحبس العصارة جوه الشجرة وبيخليها تدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده بحاجة تانية بنهتم طبعا بتنظيف الشجرة ان الشجرة في الوقت ده تقريبا كل يوم بتدي بتوقع اوراق من اوراقها القديمة عشان تغزي الاوراق الجديدة ده النموات ده ما احنا شايفين كده ده النموات طبعا كانت من الجزع السكري ده طبعا لازم تتشال لانها بتأثر على الشجرة ده اليوم الخامس اهو ابتدت طبعا الشامريخ تبقى تطول تاخد طول بتاعها ان هي بنلاقي تقريبا كل يومين الحجم الشامريخ بيطول واليومين اللي بعد يوم بنلاقي الشجرة بتكبر الاوراق بتاعتها لحد ما بتوصل للشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض في اخر الفيديو وطبعا من مميزات سمار المانجا ان هي السمارة بتاعتها بتونطج وهي خضرة غزيرة الاسمار طعمها حلو من افضل انواع المانجا في العصير زائد ده كمان ان السمارة بتاعتها بتبقى تقريبا من 300 جرام لحد 1000 جرام حوالي كيلو فطبعا ده بيبقى شيء كويس دي الاوراق الصفره هي اللي بتبدلها الشجرة تقريبا كل يوم ونحاول انها نساعد الشجرة في ان احنا نشيل الاوراق دي هي طبعا لو في المتناول لو عندنا شجرة واحدة او اتنين في الحديقة الخاصة بتاعتنا لكن في مزرع او حاجة طبعا مش نقدر نعمل ده هي طبعا بتنزل ده لوحدها بس هي طبعا عشان الشجرة كانت ضعيفة فاحنا بنحاول نساعدها على قد ما تقدر ان هي تنتج اوراق جديدة بغزارة عشان نلاقي انتاج ان شاء الله الموسم الجاي طبعا احنا لازم نشيل السمار بتاعت الشجرة بحد اقصى العشرة الايام الاوائل بشار تمانية عشان الشجرة بتاعتنا تبتدي تجدد الاوراق الجديدة دي بحد اقصى اول عشرة ايام في تسعة لان بعد كده هتكون الانباتات الجديدة دي السنة الجاية مش هتبقى جاهزة للاسمار فطبعا ده يقابل مشكلة ده اليوم التاسع عوام عنا طبعا بدأ الاوراق هي تكبر ابتدى الشكل يبان اوضح ابتدت الاوراق تبعد عن بعض ابتدت تاخد شكلها الطبيعي طبعا لو ملاحظين هنلاقي الشجرة زاد حجمها يتغير لو خدنا بالنا من اليوم الاولاني لليوم التاسع هنلاقي الشجرة شوية فضيت لانها طبعا الاوراق بتاعتها الكبيرة اللي لونها غامق هي اللي بتدت تسبل تحول اسفرار وتوقع وطبعا لسه الاوراق الصغيرة اهي في اليوم العاشر بتدت تبان الكسافة بتاعتها اكتر شوية لان ابتدى مجموع الخضري بتاعها يبان طبعا واضح الاوراق البنية دي هي الاوراق الجديدة والاوراق الخضرة دي هي الاوراق القديمة وهي برضو غالبتها لسه هيتبدل معنا طبعا الشجرة في الوقت ده احنا محتاجين ان احنا برضو نحافظ عليها بان احنا نرشها سواء بمبيد فطري عشان نحافظ عليها او هنرشها بمحلول المحلول ده انا سابلكو فيديو ليه في صندوق الوصف محلول ممكن نعمله في البيت هو محلول منزلي اهو ده فرق طبعا كان بيعاني من تقزم بسبب الاصابة بس هو بالفعل ابتدى يطلع ابراج جديدة احنا هنشوف لو الابراج دي طلعت سليمة هنسيبه لو الابراج دي طلعت ضعيفة يبقى احنا هنزيله خالص عشان ندي مساحة للفروج تانية كبيرة انها تنمو بشكل عبط طبعا احنا بنروش الشجرة بالكامل حتى الجزع بالمحلول ده محلول ده طبعا هو محلول مركب من الخل كمركب اساسي ومع بعض المقامونات ده اليوم الحداشر بعد ما رشينا الرشة بتاعتنا عشان فيه ناس بس بتخاف بتقولك محلول الخل ده فيه ضرر على النبات اهي الشجرة يا بسم الله ما شاء الله زالي الكل وطبعا احنا هنقل الصور الشجر اللي خلفها ده عشان نزود القضاء عليها هنيجي في الجزء طبعا اللي هو النموات الخضرية دي نازم طبعا تتزال بالكامل اللي هي في الجزء الاسفل من الطعم بتاعها السكري دي كانت كل معلوماتنا في الفترة دي عن الشجرة وان شاء الله شجركوا يبقى زالي الفل بإذن الله واتمنى تكون المعلومة عجبتكم ما تنساش تعمل لايك تعمل سبسكرايب فعل زر الجرس لأصلك كل جديد في القناة واستنانا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن طبصيل التقليم لشجرة الزبدية من شهر 12 او شهر واحد انتوا بكم معنا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة